سيف منتخب عنده اسامي كبيرة صحيح عنده نجوم عنده فرديات لكن على المستوى الجماعي ما هوش لك المنتخب الكبير صحيح هذيك علاش يجب نعطيه حقه ما طوان ناس كل نحكيه على المنتخب الغيني زاد احنا المنتخب التونس حتى نتوه ظهر اللي هو يستحق المرتبالولة طوى عن جدارة الملاعبية حتى الموجودين صحيح ما فيهم ملاعبية ما نشطوش في في أوروبا لكن قاعدين يقدموا في اللازم على المنتخب يزينا زاد انا نعرفوا اللي مش الملاعبية اللي ينشطو في أوروبا مش ينفو المنتخبات متاح ونشوفوا فم برشا منتخبات عندها ملاعبية ينشطو في أوروبا ما فماش رزلطات هذيك علاش المنتخب الغيني أنا حاس براي زاد ايزينا نعطيوه حقه ما نكبروش اكثر من اللازم ما هوش هو في المرتبالولة احنا عنا سمعة متاع المنتخب التونس يا عنا المرتبالولة ندافع عليها عنا الترشح لهم حاجة اللي مزلتنا خطو عليه يزلنا نركز عليها نحاولوا نركز وكانش على الحاجات على نقاط القوة ونقاط الضعف ما ننكبروش المنتخب الغيني اكثر من اللازم هو اللازم متاعك في سيف غزيل كالي بنغوراة بعد مقابلته هل يقالي لمهمة المنتخب توزي ما هيش كون سهلة ما هيش مش تكون تهلة حكيت معاها شخصية خلي ردوا بالكم مهمتكم سكون المواجدة سهلة نتمنى المنتخب التونس يترشح باعتباري نعيش في النجم السيحلي وفاريق النجم السيحلي وفي تونس ولكن روى مهمتكم هيش كون سهلة لا لا بطبيعة بطبيعة هما هما الملاعبية يعرفوا اللي معناها المسؤولية مايش مش تكون سهلة الساس يسير واهم حاجة قلت هاني التيران التيران روى بلغة الملاعبية فيه برشة مرميد يزمك تتمرمد برشة باش تخرج برجلتها بوزيتيفة من التيران هذاء وزيد عليهم معناها المنتخب الغني كان عطيوه حقه مع الملاعبية متاعنا ان شاء الله يكونوا في فورما ويعديوه مقابلة محترمة وممتازة كما قدموها المنتخب الكونجولي فاز علي في غينيا 2 واحد يعطيك الصحة مايش معناها منتخبك المستحيل باش باش تربح ولا باش تعمل نتيجة ايجابية علش ليح احنا نمشي وننتصر ونضمن حتى معناها باقة كبيرة برشة للمونديال فاز مرة واحدة كتذلت المنتخب الليبي تلاتيح مقابلة 2 بصعوبة حسب رأي يرى المنتخب الغني شوف معناها قبل كان يلعب على اول مبداية التصفيات كان يلعب يشترشح للمونديال وبعلي مع الاسامي الكبار خلي طوى معناها ما عادش عنده ما يخسر خارجين من المترشح مش تلقى برشة ديفانوس مش تلقى برشة اغلاط مش تلقى برشة تاكتيك مو مش تلقاه معناها ما همش في 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 نهاره مش تلقى حساب تلقى تحت الطاور ما هيش على المسيح ما هيش على المسيح ما نمشي معاك مي نحن كالموتيفاسيون ننديكلاري سمحني حسني خاطر الافريك لو عالم اخر والموتيفاسيون ننديكلاري سوري سرطاني موجود مالكونغو بيانسور مالكونغو موجود جارو أقرب من 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 نحن لي هو اللعبة هذية موجودة ماناش دنزا ماند اتوبيك وماناش الفوق وماناش في الجنة بدرجات التحفيز بدرجات في وعلي ماناش نلقاو نحن مبرد سهل ماناش نلقاو نحن مبرد سهل يعني في وعلي فقط ملعب يعني كيف ما تحب مي يعني نحب الركز حاجة برك مانعتيوشي حجم أكبر من حجم هذاك اللي نحب نوصل له حتى كلمي ممكن ركزت على حاجات مي الكونكوليزون الاخرانيين نعطيوه حجمه لا أكثر لا قل واخنا بتبعادنا مش نمشي وغادي ماناش مش خلينا المنتخب بالغين يروح من نتيجة جليه هو نمشيوا الروح من نتيجة جليه عليها يا سيف انت تقول تكلموا كلام لابن معلول على الطرفين نقيل لابن معلول في فيتيار قال أنا نخشى منتخب بلغيني باعتبار يلعب مغير ضغط وانت تقول أنه يلعب مغير ضغط هذي حاجة بها اللي نحن أنا قلت قلت نيجم يكون منه ومنه معنى نيجم يكون سلاح ذو حدين إذا كان نعرفوا كيفية نتعاملوا معه على خاطف يقول لابن معدوش حتى موتيفرسي معتا لا تمزي ماشي شير مش تلقاه لمنتخب يلعبوا متحرين ملاعبين متاحهم ويجمو يستعون الفيرج خستان مع المهارس يلعبوا متحرين يلعبوا متحرين عندهم جاهزية بدانية باش يكملوا ماتش عندهم أني تادي سبري نتاع المباراة هذي كما بون دكوردو احنا عنا هالمصطلحات هذي يلعبوا متحرين يلعبوا مغير ضغط هو كله مورة وصحيح خطر مشال لأنه كله شال سوكي فيه معنى هو ما هوش بش يقعد كالتركيز ويخاف على الخطأ ويخاف على كذي ما عنده وحد شايف السوق ما يضغ وعليش احنا نتكلموا على غينيا ومش قعد نتكلموا على رواحنا يخي احنا عنا ما قلنا عنا مجموعة خارق العاد وعنا ملاعبية خارقين العادة تبركل عليهم وعنا 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 اربعة فرق في الكؤوس الافريقية متقلقين كل هاته العوامل اذا تجمحها وتشوف الملاعبية الكل تعمل منتخب عندهم الخبرة وعندهم البيحد وصار التماسك وصار كذا كذا في الفريق هذي تبقى نجي نشوف هنا نلقى بينا وبينيتهم سبع نقاط احنا عشرة وما عندهم ثلاثة هذي باش نبسط الامور المباراة يزد معتا كابتن تقول انت الواقع يقول اللي اهنا اقوى منهم برشا نربحوا مباراة نرش الفريق اللي وراء المؤهلات وكالمؤشرات الجد ايجابية على كل النواح وخاصة عن ناحية المعنوية بعد 2-0 ضد الكونجو المنافس المباشر قدام 100 الف وترجع وشويلة ربحت ليس بالفريق الهيئ ما هو يزبنا 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 نكونوا مركزين ما خللهمش المساحات لا لا مش المساحات طوازم شو يا حصي المساحات ومنساحات ثقاة ما خلق كده أسطوب اللعبة بتاعوا يا كابتن وديت تعرف المساحات ناجم يعطي هالك وما تستغلهاش هو هو يزغلة عنده فردية أكثر من الجزائر هو أوصوا إيه عنده فردية أكثر من الجزائر ما عايش ركزه كورة طوى الحديثة وكورة عندها سنوات ما عايش ركزه على العناصر ركزه على المجموعة عنا مجموعة طيبة مجموعة متماسكة مجموعة خرق العادة مجموعة كونة وعنا سورتو معني عندك دوزارير خرق العادة على موستوه الأفريقي لديك جاز وساس وديد معلو عندك أنكواتور إن شاء الله سليتي لباس بنعمر الولايد ساسي زيدهم الشعلين وتزيدهم أنت المساكن ها شو أنت المساكني المساكني نحن شوية المساكني ولا شوية سليتي ولا شوية دوك خلينا ما نركزوش برشا عليهم باش أحنا ما نخصوش أكتاقن تاعنا اللي مصلت على المبارتة دية اللي هي كيما قلت نعاود نقول اللي هي المحطة قبل الأخيرة ونعرف شقول للوصول إلى روسيا وسنذهب إلى روسيا إن شاء الله إن شاء الله نرجع لكم مجدد أن نحكيه على المبارات ناخذ فكرة على أكتور آخر مهم في المبارات ومحظوظين أنه حكام في قيمة جانيسي كازوي الزنبي هو اللي بيزافر مبارات منتخبنا ضد المنتخب الغيني فكرة على الحكام هذا مع أمير الزيتوني ونوصل نحكيه على المبارات تونس غينيا مواجهة بيش تكون مهمة وممكن حاسمة في المجموعة الأولى من أجل بطاقة تراشح المونديال لروسيا 2018 هذا كاليش الاتحاد الأفريقي اختار تعيين أحد أبرز حكام القارة الزنبي جانيسي كازوي لإدارة هاليقا صاحب 38 عام والدولي منذ جنف 2007 يعتبر إلى جانب باكاريغا سامان نجم الزفارة في القارة السامراء في السنوات الأخرى خاصة بعض المقابلات الكبيرة والنيائيات اللي أدارها واللي كان آخرها نهائي كان 2017 بين مصر والكامرون وانتهى بانتصار الأسود 2-1 قبل نهائي الأمم الأفريقية سي كازوي كان أدار كل نهائيات مسابقة الأندية الممكنة بالنسبة لحكم أفريقي 2014 كان زفر لقاء ذهب نهائي تشامبيانز ليك بين وفاق الستيف الجزيري وفيتا كلوب الكونغولي 2015 في جوهانسبورغ سي كازوي يحكم ذهب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية اللي جمع الأطوال بأورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي وأخيرا في ديسمبر الماضي يمنح إدارة نهائي كأس العالم للأنديا بين ريال مادريد الإسباني وكاشيما آنت ليرز الياباني كأول حكم أفريقي ينال شرف إدارتها النهائي بالنسبة للمنتخب التونسي فإنه لقاء غينيا بش يكون الثاني للنصور تحت إدارة الحكم الزمبي بعد ما زفرنا لقاء النيجر في نهائية كان 2012 وقت هاتونس انتصرت 2-1 بفضل هدف عصام جمع في دقيقة 90 خبرة كبيرة وسمعة ممتازة الجاني سي كازوي ادخال لمنتخبنا يخوض لقاء نهار السبت دون مخاوف من مفاجئات اللي عودنا بها التحكيم الإفريقي في مثل هاللقاءات الكبيرة والحازمة تاركيب سلعب مباراة مهمة وتبدأ تعرف أنه عندك حكم من قيمة الحكم هذية على الأقل تبدأ متمين من ناحية التحكيم بالسي في متاع جاني سي كازوي ما تنجمش تلقى خير اليوم في الوقت الرهن 38 دولي 2014 نهائي شامبيونز ليك 2015 نهائي الكاف 2017 نهائي كأس الأنديا الباطل الريال دو مدريد اللي كان موجود فيه أكثر من 63 مباراة ما فيهمش إشكاليات كبيرة على امتداد البركور بطولة فريقية أيضا بضبط أكثر من 63 مباراة ما كانش فيهم إشكال كبير حتى بالنسبة للإحصائيات ما تلقاش عنده برشة مشاكل 122 ورقة صفرة في 63 مباراة 11 ورقة حمرة ما تماش مباراة تقصت ما تماش مباراة كان فيها احتيجيش ما تماش مباراة كان فيها للناس اللي موجودين في سورتنا وبالتالي نتصور أنه في المجمل في المجمل ما نجموش نلقاه خير من هكا يرتح نفسانيا برشة المدرب ويرتح نفسانيا برشة اللاعبين اللي لوجوا على الابتدتاء يعليمين وعليسار وأنه يتحط غادي زادة حاجة أخرى زي ما تقال أنك انتي وليت في ريانة توزن إفريقيا لأنه وقت لتاخد ديزاربيتر من الكاليبر هذية حتى لو كانت المسابقة أنك انتي مازالك دوماتش بش تمشي للكاس العالم تحب وإلا تكرها رأي الشخصي ثم موازين قوى في التعينات وثم موازين قوى في الأحكام صربة الهياكل الإفريقية خاصة وحتى في الهياكل الدولية هذا يقوله بحكم اللي نمارس فيه ولي نشوفه اليوم ثم وزن من نوع خاص ثم وجود من نوع خاص يعطيك حكم مطينة هذية مؤشر آخر إيجابي يخليك تلعب وانتي مرتاح وانتي خالي الذهن والكورة عندك مش عند واحد آخر كما جاءت دنيا البينات ماشر كونجو سمحني ماشر كونجو رأوا حطي زربيتر يحبوا يمشيوا في كاس العالم بانسير حطي زربيتر عام النهائي كاس عالم حطي زربيتر عنده مش كوك قاعد يرقب فيه ياسور لا يش لعب وأحسن مثال على ذلك أنا مباراة جنوب أفريقيا والسينيغال ماش نتعاوض أما سمحني ختم عليها لعب تلعب أما يكن نجم يحط لكوكوكي ما حطوا أربعين سنة وفي نهاية الكاريير متاعو ويحطولك خالي أنا كنت أحبب كنت أحبب ما نتكلم أخويا شو ونعرف هنا تقوى نبيل ولا الأخرين ماهمش يركزوا على الحكم ماهمش يركزوا على الحكم ماهمش يركزوا على الحكم خاتر مش يركزوا على أمورنا مش يركزوا على نوكالكي على كده لأكثر لأقل فهمت هذا كون سيساكي فعل الحكم في إطار الموازين فخر إن شاء الله إذا كانوا في نهار في مباراة غينيا هذه الظهولية لا نخاف ولا من حكم لعنا مش نخاف أكيد الظهر دي تسمع معناها حكم من تينا هذه أكيد معناها الملاعب يخمم في التيران أكثر من حاجات أخرى ونعرفه معناها قيمة ريهان يعني صرتوه مباراة هام هامة وهمة جدا يعني مباراة مصيرية نتصور معناها تلعب على الميدان واحد مش شو قدي خمم معناها في الحاجات أذية إن شاء الله نتصور معناها متفائل متفائل معناها شخصيا مش نعمل مباراة كبيرة قد تربي ومش نفوز إن شاء الله كاميل عنا شوط ثاني ضد المنتخب الكونغولي اليوم يذهل لي فنيا وتكتيكيا نجموا نبنيو على شوط هذيك في مباراة غينيا صحيح يعني مش بالسألة تبدأ خاصل 2-0 ضد الكونغو وترجع 2-2 كنا نجموا نخرجو ربحين ثلاثة ثنين يعني كنا نقوم نخرجو فايزين عنا مجموعة ممتازة عنا مجموعة طيبة ظهلين يبنيو ع الشوط الثاني متاع المباراة بتاع الكونغو يجب ناشع نضيعوه يجبنا نبنيو على شوط ثاني متاع المباراة بتاع الكونغو قدمنا شوط ثاني ممتاز من أحسن الأشواق اللي قدموا المنتخب شفنا اللاعبين متحرين شفنا اللاعبين فما روح كبيرة في الفريق فما غيرها على الفريق الوطني فما غيرها على المنتخب شوفنا اللاعبين يحبوا يفوزوا يحبوا يرجعوا في المقابلة وكنا نجموا نخرجوا فيزين بالمباراة إتار فني عرف في تعامل تغييرات تعاونت برشا في المباراة أعطى دفع جديد أعطى تروح جديدة في المباراة المباراة الجاية ضد المنتخب الغني نفس الروح أكيد لازم نلقوا لازم تكون موجودة نفس الروح نفس العزيمة موضوع الحاكم بالنسبة لأينا اللاعب يزموا يركز في الملعب الشغل يزم يقوم بي فوق الميدان حاكم صحيح عنده دور في المباراة يجم يأثر شوية على المباراة لكن اللاعب يزموا يركز على المقابلة ويركز فوق الميدان وشنو اللي يزموا يعمل وشنو اللي يزموش ما يعملش لنخرجوا بالنتيجة إيجابية إن شاء الله نكامل مع سيف وكانكم خالد سيف تكتيكيين وفنيين شو يزمنا نعمل وشو يزم يعمل نبي المعلوم في المباراة هذه باش نرجع إن شاء الله بني قاتل فوق نعمل مش نكون في بلاستو مش نقول لشنو حاسب براي كنت ممكن لكونسيني مش يكون أول حاجة لابليكاسيون تكتيك هذه أهم حاجة على خطر في مقابلات كما ذو معناها لابليكاسيون تكتيكيين وشو يزموش هذي سكية سورة ونرجع نقول روى المنتخب الغني مش نلقاوه سورتو لانتام ديماتش مش تلقاهم معناها أفان مع الببليك ومش تلقاهم معناها أونجاجيل قدام نجمو فما حاجات زاد نستغلوهم البالاريتي فما برشا حاجات نجمو نستغلوهم سويفون وكيفاش مش يلعب المدرب سينابيل كيفاش مش يلعب المقابلة هذه والديسبوزيتيف المش يلعب به كما نشوف المقابلة الأخرى ضد الكونغو بدأ بديسبوزيتيف كما لديسبوزيتيف آخر معناها كل مقابلة وعندها الخصوصيات متاحها وزاد الملعبية الموجودين إذا كان فما غيابات متاع إصابات لقدر الله ولا أي حاجة هؤلاء المدرب يعرف المجموعة أكثر من أي واحد آخر هو عايشة معهم عد استاج لول استاج ثاني تلمت المجموعة الكل فما إطار طبي زاد موجود إن شاء الله أول حاجة نحبوش ندخلو في دي دي تاي تخص الإطار الفني هو يعرف على شنو قادم من شاطر كاميل كونه فما تعليمات صحيح مش تعطاها من المعند المدرب فما تكتيك ما يقعد دي ما في اللخر التطبيق للتعلم لعبي هذه مقابلة تعمل لعبية مش تلقى نعود نارج على الكلمة بكري قلتها سامحوني رأي فيها برشة مرميد مقابلة برشة مرميد برشة جرينتا برشة رجولية هذا هو مش يصنع الفرق زاد حاجة أخرى التحرر اللي حكي عليه كاميل منطقة الملعبية هذاك علاش يلزمنا نعطيه حقه المنتخب الغني ما نكبروش خاطركش منتخب الكونغو حاسين أني واحد من الناس حاسينت الملعبية شوطلول كريسبي شوية خايفين من كانت تفك الكورة الكونغو ونجم يوجعني قبل نزوز هداف مطال ثاني ما عاد عنا ما نخصر نتصور حتى الديسكور متع سينابيل ذاك هو كونه يزمهم يقدموا قدام يزمهم يرشعوا في الرزولتات ما عاد عنا ما نخصر عمل تغييرات اللازمة شوفنا ملعبية معنا تحرط شوفنا وصلنا راون تاكيو حتى بخمسة وستة ملعبية البونت والتعاد المعنى خمسة ملعبية شوفناها من قدام شوفنا من بعد جاءتنا الفرصة نطع الهدف الثالف هذيك علش يزمنا نعطيهم مقابلة حقها نكونوا مركزين ما تنجمش تضيف حاجة كبيرة للملعبية في التركيز ما يتنجم تضيفهم في حاجات مثلا المنطخب الغني وإن شاء الله الملعبية يكونوا الجورجي كلهم حاضرين خاطركش المقابلة هذه نطع الملعبية لكل مش كان الأساسيين أو حتى الاحتياطيين عندهم دور كبير كما شوفناها مقابلة كونجو كابت بالحق ولو أن عادة ولا مباراة تشبه المباراة ترى مباراة كونجو انتهت هذا كطوى من التاريخ هذا كأمور أخرى وجوء آخر وكذا وذوما مواصفات أخرين تعملها بها ليس بالمواصفات تنتعى لكونجو والرهان الرهان كبير وكبير يسر عمال نقدمه في المسافة عمال نقربه للروسيا عمال الرهان يكثر ونظرنا عنا عنا وسائل المراهنة يقول عنا وسائل المراهنة نعرف شو يقول من كل النواحي بقى أتمنى أن الفريق يكون أكثر فيسير فيه تكامل توظيفي معناها اللي يريناه في اللخر ولو يريناه في الآخر بتاع المباراة الكونجو وإن شاء الله نبدأه به الأكثر أو الأقل تبقى فهم إشكال اللي طوى نبيل عنده وناس كل بتتكلمه لأخوان كل إشكال هو في محور الدفاع محور الدفاع إن شاء الله الإشكال هذه معناها مايأثرش على المجموع عليه خطر إذا اللي يقدمه مش يقوموا بالواجب كما نعرف هنا يقدم المحور الدفاعي خطر باقي نتكلموا على المحور ما نتكلموش على الناس اللي قداموا يقوموا بالواجب خلينا نقوله خلي المدرب هو المسؤول الأول والأخير على التشكيل هو المسؤول الأول والأخير على التغييرات على كذا ونقوله إحنا عنا ثقة في مجموعة عنا ثقة في مدربنا وإن شاء الله أنا عندي ثقة تامة الحق في هذا الفريق اللي وراه طوى مدة سنة مع جيال نبيل مع ليروتوش نطيعه مش متعودين الكلمة ذي من الكفتن مش متعودين بيك الكلمة ذي محمد علي خاطر لا 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 يجخلك نحكي في نفس الموضوع هما مش ما ظهر لك اللي مش نجم توصل لبنى أرجع لكلامي أنا مجزة كلمة في الكاف وكاف مش أنا بركة العالم العربي بكله يمجد في هذا الفريق لا أكثر الأقل دوق الفريق ذي صارت وشو شو بيمنيش ربع نهائي تصير له معنى صارتك العثرة تعالى كارت فينا مش مشكل مش هذا مش وقفنا ولكن كي نشوف أنا مباراة لكونجو يا أخويا أنا متفائل إذا كونجو المنافس وكنا خايفين منه كنا كونجو اللي ريناه في الكاف وكنا ربي يوسط ومئة تلف متعودين لأولاد تبقى أخويا لنا مدايدة شو تقول انتم كلكم كنتوا تقول لي كلكم انتم جاءت فرصة ما نظنش ما عايش تتعاود بالنسبة لتونس عنا فرضيات دوك وعنا زادة مجموعة يا أخويا كنتشوف الأسماء أنت نلعب فيهم طوى نستلعب في التراجي نستلعب في في الإطوال في سفاقس في الإفريقي فهمهم لعبية زادة جاة والجامعة يظهركم لعبوا في الشيابي ولعبوا كذلك نواة أحسن مجموعة جاءت ونعاود كلامي أول كلام نولاني تروي لبا جروب وماما عنا لبا جروب وبا ماما وعنا الإطار وعنا كذلك إن شاء الله مربوح كابتن ماشي مستير نهار سبت نعم ماشي مستير نهار سبت مستير شفما مباراة المتخب الليبي المتخب الفونجولي ليه كابتن يجب أن تشجع المتخب الليبي كابتن قلوبنا قلوبنا لكل مع المتخب الليبي نتمنى والمنتخب الليبي يحقق نتيجة نتيجة إجابية نتشجع في الفريق الآخر ونخسرنا مع المالية إن شاء الله هاي فكر على مباراة المتخب الليبي والمتخب الكونغولي وستعدادة المتخب الليبي مع سامي بعزيزي لذي دريدي عبدالتي معتوك بعد مخرج المنتخب الليبي من حسابات الترشح المونديال روسيا 2018 تبقى مواجهة تقبل لخرى ذات منتخب الكونغو الديمقراطي أنهار السبت القادم على ملعب بن جانيت فرصة لرد الاعتبار للكورة الليبية وحقيقة مغزولها الكوروي نحاولون نعوضوا في المباراة هذه وقدموا دا طيب صراحة يعني يليق بالكورة الليبية المباراة حتكون مباراة صعبة على المنتخبين ولكن إن شاء الله نكونوا في الموعد ما عندناش أمل في الوصول للكياس العائم لكن نحضروا للشان يعني أكتر شي صحيح المباراة هذه رد الاعتبار لكن المنتخب الليبي بش يدخلها منقوس من بعض الملعبية أبرزها لعب الوسط عبدالرحمن العمامي والحارس محمد نشنوش تقتنا كبيرة في الحراس الثلاثة الموجودين إن شاء الله يقدموا الإضافة وإن شاء الله نكسبوا حارس مرمى جديد للكورة الليبية التفئل والعزيمة الشعار المنتخب الليبي في المباراة اللي يستنى منها أبناء المدرب جلالة دامجة تقديم أفضل مستويات وعامل تحسين نتائج يبقى مهم لأغلب العناصر الليبية تمنى أن المنتخب الليبي كان منافس قوي حقيقة منذ البداية للتأهل لكاس العالم ولكن نتمنى التوفيق للمنتخب التونسي وإن شاء الله يمثلنا هو وحتى المنتخب المصري اللي ممكن على أبواب التنشح لكاس العالم إن شاء الله يكونوا في كاس العالم ويشاروا في الكورة العربية مباراة السعدادية اللي نحن معنا حتى في التصنيف معنا تزيد تعاوننا وإن شاء الله معنا تكون سعدادية المباراة اللي لعننا بطولة المحليين يعني ممكن بطولة كاس العالم لكن إن شاء الله نحن نأخذ المباردة للمباردة كونج ومباردة تونس إن شاء الله ربك وفقنا وفق طاقم الفن إن شاء الله حسني كنا المنتخب الليبي نهر سبت تبيعت الحق نحن نحن نقبل مع المنتخب الليبي قلبا وقالي بان المنتخب الليبي روي منتخب محترم روي بمصحيح ربما فنيا بصراحة فنيا محترم جدا عنده ملاعبية عنده مهارات عالية زادة ولكن للأسف الظروف اللي تعرفها الشقيقة ليبيا لو كان المنتخب الليبي كانت جانا يلعب في طرابل واسلع في ليبيا وكانت الظروف خير من هكا كان ربما يكون أداء متاعه خير برشة ونتاج جاعة خير منها وش ربما؟ أكيد أكيد شودو كاجاو عنده شمتناهم كان عنده شمتناهم كاجاو عندما ذكره أو كان أنا وطبق ما جهد للأندي أنت تي أم المنتخب في ظل غياب البطولة الليبية كما قالوا لخيان كان المنتخب الليبي ولكن ما ينتبق على المنتخب الغيني بشي ينتبق على المنتخب الليبي باعتبار المنتخب الليبي كما كانوا يحكيوا لخيان لشقاء في الليبي قال لك نحن بشي نعبوا مغير الضغط بشي نعبوا على المردود متعنا على الراية متاعنا من أجل تحقي نتجة إيجابية كما حقوها كونتر غينيا وبالتالي إن شاء الله نتمنى نتمنى أن المنتخب الليبي يعني بصراحة يقدم أفضل ما عنده ويكون الحظ معه ويحاول يعني شخص جميع الضغط كلح يطرل reminder تونس ساعة نخز الروحي ضغط الليل تحب الكسكيات متاع جيران는데 والعشرة والتاريخ والروابط واللي تحب عليه. ضف لذلك أنه مصلحتي مع أخوه. اليوم مصلحتي مع المنتخب الليبي. ومش عيب ومش حرام رياضيا ومش استنقاص من إن شاء الله التأهل للتاريخ خطر. سمعت بعض الناس اللي قالوا الليبيا كي لعبت في تونس وكي الكاف والفيفا في ملعب بن جنيت. كأنه استنقاص ليه مش استنقاص. من الأول اخترتنا باش تلعب غادي. فيفا الماتش في المستير بيجي تلعب في المستير. لانا باش نفكوا لانا باش ننهبوا لانا باش نسرقوا ثم استحقاق رياضيا. بل إنه في رأي هو ما بلو موتيفي كالغينيا. لأنه نفس الفريق يشارك في المسابقات الكل للمنتخب الليبي. وعنده بطولة ويقفة وعنده شان استمرتها. طرح حدث وسائل التواصل الاجتماعي والزملاء السحفيين في ليبيا. أيضا فما حساسي قولك نحبه ما عمله نتيجة إيجابية خدمة للمنتخب التونسي. هو شوف. أول حاجة ساعة نحن خدمنا رويحنا. مش نديه واضح هو. نحن تونس. خلينا رويحنا في المرتبة الأولانية. نحن بعرق الجبين. ما غير مساعدة حتى واحد. جبنا عشرة نقاط لحد الآن. نحن تونس بإذن الله. مهما كانت النتيجة باختلاف الفرضيات. وحدنا بعرق الجبين بإذن الله باش نمشيه للمونديال. هذا الاستحقاق لازم يكون تونسي مئة بالمئة. باش حتى واحد ما يشك فينا. كان الكور عطاتنا نتيجة باش نرتاحهم المباراة تذي. وتكون مباراة احتفالية في ملعب رادس مع ليبيا. حد نحب نرفض الهدي. كل ما نحن نرفضه. ما نحن نرفضه. الاستحقاق الكوروي. أبريتو. ليبيا راهي عام لنتائج إيجابية. ومع غينيا يظهر لي تروازا دو بشق الأنفس وغادي. وكانت نجم تربح. دونك بالنسبة لي. أنا جيرينا. أخواتنا نشجعوها. لكن قبل لذاية تونس تستحق ما هي فيه. تستحق المرتبة الأولى. تستحق العشرة نقاط. لثم حتى مزيئة. لا من عند أربيتر. لا من عند فريق مجاور. لا فريق صديق. لا فريق شقيق. كامش نمشيوا. باش نمشيوا بعرق جبير التوينس. كاملو هكا مع المنتخب الوطني التوينسي. قبل. اي. شو. طوا كأس العالم. ريناع طوا الوطنية وبيا وخارق العاد ومشيوا. والجوارات يدخلوا. يفرران بارتر الإسطار في البنى تونسيين. ولكن ليرتومبات فينسيار. يمشي دي. من المال الفلوس. اللي عنا. دون 22 23 مليار. معنا غرصمو دو. معنا تصور. نمشيوا. روسي. يبقى ترابي ورمشي. نعمشي. قيد علي. قيد علي. هاي. قيد علي. هاي. سبقتني. أنا كنت بشنا ناخد pronوستيك. هاي. قيد علي. انا مشات العصير عندو جزا من عادل قيد علي يا أخي. عطيني انا فيروسي على 2018. لا لا. مباراة تونسيو غيوني. لا لا. سبقتني. كافيا وكافيا وعطيني البرونستيك. انا بل خواتيم. لان احضر البرونستيك انا بعمل. هذا هو مرشي دي تايه. مرشي دي تايه. سبقتني. جزي مباراة تونسيو غيوني. قطعوا. أحبة إكس دو. انا بشاهدة. هاي بسرعة انا. هاي بشرة عشرة ما أرغبت العصير الفيدي. كما أعطيت إن شاء الله. إن شاء الله يقدموا مقابلة بطولية كم يقولوا خيان. وإن شاء الله الجماهير التونسية حتى على الصفحات التواصل التجتمعي بعد مقابل كونجو ما يعجبش. راهو المنتخب التونسي له متخب وديع الجاري ولهو متخب نبيل معلول. راهو متخب متاع التواصل كل ورحمة الكابت المتورة والعائدات المالية اللي بش دي والفوائد بصحة لكل خدمة تونسية بالتأهل للمونديال. روسي في نوفمونتاج رايح حاجة كبيرة وينعكس عليها رايحة على جميع الانديا دون السفل. إن شاء الله هاي كم اهل انت برانوشيك متاعك؟ واحد صفر المنتخب متاعنا. فهلين واحد تونسي. دوزين واحد إن شاء الله. طارق هنزرو المنتخب وثنين واحد في الم استيرو ونقصوا الحكاية من هارسي. هاين شاء الله يزال HAS دعونا هاين شوفنا مردا. هناك نقعدو. هو محضور هو ملكين لوون. حايا. اسم هناك نقعدو ديما في في المسابقات القريم المنتخب الوطني تونسي. تانمشيو. الانديتنا هناك تونسية عنديتونسية مثل كرة القدم في تونس في نصف نهائي. كأس ربيت الأبطال الأفريقية النجم الرئيس الساحلي في كأس الكونفيدرالي الأفريقية النادي الأفريقي نرجع لمباراة الذهب ورجعين نحكي مباراة الذهب محمودة بن سليم النجم الساحلي والأفريقية على بعد تسعين بخيقة من نهاي الشامفينز ليغ ونهاي كأس الكونفيدرالية ثنائي يحمل أمال الكرة التونسية على المستوى القارن ثنائي جمعتهم العزيمة والأسرار النجم أمام الأهلي المصري الأفريقية على ميدان سوبيب سبور يونيتد لجنوب أفريقي النجم لم يزده تأهل الأهلي المصري فربع نهائي على حسابة رجرياضي إلا إسرار على الانتصار فكان له ما أراد انتصار فيه أكثر من معنى جاب بإنضاء عليها البريقي أيمن بن عمر انتصار يخفي داخله التحدي تحدي وتذكير بما فعله النجم بالأهلي في ساد القهرة منذ عشر سنوات مذك النجم كان بإمكانه لو لا هفوة تحكيمية تجنب الهدف لسجلوا الأهلي والانتصار بثنائي نظيفة قد تصعب مهمة الأهلي في القياة لكن ورغم أثنين واحد فالنجم قادر على مواصلة التحدي لما لا تأكيد الانتصار في مصر بالذات الصحيح أن الأهلي صعب المراس فوق ميداني لكن للنجم من الخبرة والتموح ما يجعله لا يرضى بغير العودة بورقة العبور لنهائي انتظره عشر سنوات بالتمام والكمال في كأس الكونفيدرية الأفريقية الأفريقي من جهته أكد أنه يبقى فريق المناسبات الكبرى قادر على تجاوز مشاكله في الأوقات الصعبة قادر أيضا على تجاوز عملي الميدان والجمهور سابر خليفة صنع التفوق على سيبير سبور يونيتد الجنوب الأفريقي والتفوق دام 87 فيقة لتكون الهفوة وضربة الجزاء اللي كانت وراء التعادل الانتصار يضيع في الدقائق الأخيرة لكن رغم ذلك فنتيجة واحد واحد تبقى تخدم الأفريقي في الإياب خاصة وأنه بش يكون وراه خمسين ألف متفرج خمسين ألف لن ترضيهم إلا ورقة التأهل لنهائي كأس أضاعه الأفريقي سنة 2011 ويريد الفوز بها لأول مرة في تاريخه في كلمة كل العوامل تخدم فريق باب جديد لتأهل الكرة بين أقدام شنيحي صابر خليفة الدراجي ومن معهم لإعادة الإفريقي إلى حجمه الحقيقي